وإن الحر يفهم قول حر وتشفي صدره الكلم الفصاح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم ثانية مع برنامجكم الكنوز الدفينة حيث نقدم لحضراتكم من الدرر النيرة التي أفاء الله به على حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية في حق رسالة ديننا الحنيف الإسلام ورسالة حضرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وصدق دعواه عليه الصلاة والسلام بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة أهلا وسهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا أعزائي المشاهدين نحن في خضم تقديم ما بيّنه حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في كتابه إزالة الأوهام وقد مررنا على كثير من الأبواب واليوم سوف نأتي على الوصية وصية الحق الذي بيّنها حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وهي أن طرق الاستقامة لا بد أن تكون بصحبة القرآن الكريم ولن تكون إلا مع القرآن الكريم نبدأ مع الأستاذ عبد القادر تفضل الأستاذ العزيز جزاك الله خيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين حقيقة الذي يقرأ ما جاء به حضرة المسيح الموعود عليه السلام سيوقن تماما بأن ما قدمه حضرته للكراء بصفته مبعوث من الله عز وجل هو يمثل مراد الله عز وجل في هذا العصر في كلامه المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وطالما حارة العلماء في مسائل كثيرة وأختلفوا كثيرا وخاصة فيما يتعلق بحجية الكرآن الكريم بصفته المصدر الرئيس والأساس والمرجع في الأحكام والعقائد وفي كل ما يتعلق بالإسلام ذلك الكلام المحفوظ الذي تعحد الله عز وجل بحفظه والإشكال الذي حدث عبر التاريخ وأدى إلى حالة من التشرذم والتمزق على الأساس عقائد فكري إنما هو نابع من تحييد الكرآن باعتباره ليس المصدر الأساس والرئيس وهذه الإشكالية حضرة المسيح الموعود عليه السلام وهو الذي قال مرارا إنما أقدم لكم ما علمني الله إياه وما ألهمه من الله عز وجل فبين فعلا عظمة هذا الكرآن المقدس وهذه النقطة المفصلية هنا عندما بيّن حضرته أن هذا الكرآن أولا محفوظ من الباب إلى السين وبالتالي كل حرف وكل كلمة نزلت على رسول الله سلام هي موجودة في دفتي هذا الكتاب فلا نسخة في الكرآن ولا نسخة بكل أنواع وأشكال النسخ لأن هذا المفهوم الخطير مفهوم النسخ المتداول والموجود بكل أسف إنما هو يقلل من حجية وقيمة الكرآن الكريم فأولا إذا أردنا أن نعطي الكرآن قيمته الحقيقية فلابد أن ننفي مسألة النسخ عن الكرآن فكل ما نزلت على رسول الله سلام وصل إلينا ونقل هذا الكرآن بالتواتر حفظا بالصدور وبالتالي حفظه الله عز وجل من عبث اليد البشرية وبالتالي يتفوق الكرآن الكريم على جميع الكتب السماوية حفظ هذا الكتاب العظيم هذا كان عهد من الله تبارك وتعالى في سورة الحجر حيث أوحى في محكماته وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نعم القضية الأخرى والهامة فيما يتعلق كما سنقرأ الآن ما قالوا حضرته فيما يتعلق بالحاديث النبوية والتي يجب هي أن تحاكم من خلال قضاء الكرآن وحكم الكرآن هو ليس العكس فهذه الحديث أولا حتى أن رسول الله سلام لم يأمر بتدوينها ومع ذلك فإن هذه الحديث لم يتعحد الله عز وجل بحفظها فكما بيّن حضرته أن هذه الحديث لم تسلم من اليد البشرية والأغراض البشرية وثانيا أن هذا الحديث حتى لو كان صحيحا ونطق به الرسول سلام وبالتالي لا بد أن نسلم به ولكنه لا يرقى ولا يصل إلى مرتبة الكرآن الكريم هذه القضية حضرته عالجها لأنها هي قضية خطيرة وصببت حالة من يعني الاضطراب كما قلت حالة من التمزق والتشردم والاختلاف اختلاف الأمة حقيقة يعود بسبب تحييد الكرآن وعدم اعتبار الكرآن هو المرجعية الأساسية دعك ما تسمع مثلا من مقولات أن السنة قاضية فكولات خطيرة السنة قاضية على الكرآن فقدموا الأحاديث للأسف الشديد على الآيات البينات المحفوظة وكان هذا إشكال خطير خطير جدا لا تزال الأمة تدفع ثمن هذا المعتقد الخطير والخاطئ سنرى كيف أن حضرته وضع يده على الجرح وقدم البلسم الشافي في قضية تعتبر شائكة كما بينا وحسم الجدل بمنطق سليم وكلام سديد كما بينا حضرته وهذا ما علمه الله عز وجل لأن هذه المسائل أصلا لا يعقل أن تحل من خلال مفسرين ومجتهدين وإلا لماذا قال الله أو قال رسول الله سيبعث على رأس خل سلم أن يجدد لهذه الأمة أمر دينها وبالتالي ما دمه هو الإسلام هو الدين الخاثم فلا بد أن تحفظ رسالة الإسلام من خلال حفظ الكرآن الكريم يقول حضرته أيها الكراء الكرام إلى هنا أكون قد أنهيت هذا الموضوع وقد تبين من هذا البحث كله أن هناك ثلاثة طرق من حيث الشرع والنقل لتصديق إلهامنا الذي يبرهن على أن المسيح ابن مريم قد مات أو تكذيبه وهي القرآن الكريم الأحاديث أقوال السلف والخلف وكنا في حلقات سابقة ومن خلال هذا الكتاب إزالة أوهام قد عرضنا ما قال حضرته في مسألة وفاة المسيح التي أثبتها من خلال هذه المصادر الثلاثة على رأسها الكرآن الكريم ثم يقول حضرته والمعلوم أن هذه الطرق الثلاثة تصدق إلهامات والطريق الأكثر استقامة والأسلوب الأهم والمليء بأنوار اليكوين والتواتر والمرشد الكامل لمصلحتنا الروحانية وتقدمنا العلمي هو الكرآن الكريم الذي جاء كفيلا للحكم في النزاعات الدينية في العالم كله وليس النزاعات المقتصرة في العالم الإسلامي بل العالم كله والذي والذي تصحب كل آية من آياته وكل كلمة من كلماته آلاف أنواع التواتر والذي يزخر بماء الحياة لنا وتكمن فيه جواهر نادرة تظهر للعيان أو تظهر للعيان كل يوم وهي لا تعد ولا تحصى ولا تقدر بثمن فهذا هو المحق الأمثل الذي بواسطته يمكننا أن نفرق بين الحق والباطل وهو السراج المضيء الذي يرسل سبل الصدق بعينها لا شك أن الذين لهم نسبة وعلاقة مع السراط المستقيم تنجذب قلوبهم إلى القرآن الكريم تلقائيا وقد خلق الله تعالى قلوبهم لتحن إلى حبيبهم هذا كالعاشق المجغوف ولا يستقر لهم قرار في أي مكان آخر دونه ولا يسمعون من أحد شيئا بعد أن يسمعوا منه كلاما واضحا وصريحا ويقبلون منه كل حقيقة بكل سرور مسارعين وهو الذي يسبب لهم الإشراق وتنوير الضمير ويكون الوسيلة للانكشافات الغريبة واللافتة ويوصل الجميع إلى معارج التقدم حسب كفاءاتهم لقد كان الصلحاء بحاجة ماسة ليمشوا في ضوء القرآن الكريم دائما وكلما أدت حالة الدهر المتجددة إلى استضاب الإسلام بدين آخر كان الكرآن الكريم وحده السلاح الحاد والنافذ الذي نفع على الفور دائما وكلما أشيعت أفكار فلسفية من أجل المعارضة فقد كان الكرآن الكريم هو الذي استأصل تلك الغرس الخبيثة في نهاية المطاف وأظهرها في عيون الناظرين ذليلة مهانة وكأنه وضع أمامهم مرآة ليروا أن هذه الفلسفة هي الصادقة وليست تلك وفي العصر الراه أيضا كلما رفع الوعاظ المسيحيون رأسهم وأرادوا إبعادا سيئي الفهم والجهلاء من الناس عن التوحيد وجعلهم عبدة عبدة إنسان ضعيف وحببوا لهم طريقهم المخشوش بتزيينهم بتزيينه بخطبهم الفستاطيتي وأحدثوا طوفانا في بلاد الهند جعلهم القرآن الكريم وحده يتكهكرون فلا يقدرون على مواجهة شخص خبير مطلقا وقد نقض أعذارهم الطويل والعريض وطواها طي الورق وقد بيل القرآن الكريم الحقيقة بقوله عن المسيح عليه السلام ما كتلوه وما سلبوه إذن دعنا يعني أخراج الدقف إلى هنا فحضرته يريد أن يبين أن القرآن الكريم هو ذلك يعني أو تلك الحجة القوية التي هزمت كل أصحاب الفلسفة الإلحادية أو الديانة المزيفة دعني أقول التي تقوب على حجج سماها وطرق مخشوشة باطلة التي تجعل من العبد إله يقول حضرته أن القرآن هو السلاح الحاد الفتاك بكل هذه الأفكار القرآن الكريم هو ذلك الدرع الذي يحمي التوحيد من أي شوائب ما أكثر مثلا هؤلاء الفلاسفة الذين ينتقدون الإسلام ولكن هيهات هيهات أن يستطيع أن ينفذ أو ينال بآية واحدة من القرآن الحقيقة أن حضرة المسيح البعوض عليه السلام يوضح بأننا كمسلمين أن أرد أن نحافظ على هذا الإسلام من أمام شبهات هؤلاء الفلاسفة والملحدين وإذا أردنا أن نحفظ شبابنا من هذه الشبهات وما أسهل أن يقعوا في شراك هذه الشبهات وهم يأتون بالشبهات التي تثار ضد الإسلام من هنا وهناك فإنما كل هذه الشبهات تكسر على أرض صلبة وهي القرآن الكريم إذا رددنا كل ما يثار من إشكاليات في هذا العصر إذا رددناها إلى القرآن الكريم فقط فإننا سنحسم المعركة وإلا سنبقى في حالة من التيه والتشكيك لدرجة أن الآن ستجد شريحة مثلا من الشباب المسلمين بين كوسائي هم أصبحوا في دائرة الشف أمام المرويات الضعيفة والتي بكل أسف تخالف النص القرآني الصريح ولكن بكل أسف أن الذين لا يقدرون قيمة القرآن فإنهم ينبرون لمواجهة هذه الشبهات من خلال مرويات ضعيفة بردهم هذا فإنما يعززون هذه الشبهات ويزيدونها رسوخا في نفوس الضعاف ولكن إذا ما رددنا كل ما هذا اللغط أو كل ما هذه الإشكاليات إلى القرآن الكريم فإن المعركة ستحسن بكل جلال ولي تجربة مثلا في مواقع الحادية عندما كانوا يأتوننا بأحاديث أمورته أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله ومن كل هذا الحديث يعني من بد لديناه فاقتلوه وجئتكم بالذبح فعندما نأتي إلى آيات القرآن الكريم نرى أن الآيات واضحة جدا وتنفي كل هذه المرويات أو دعني أقول تنفي الفهم الذي يراد فهمه من هذه المرويات إذا ما عجزة على التوفيق بينه وبين القرآن وبالتالي إذا ما أنجررنا وابتعدى كثيرا على القرآن فإننا سنكون أمام دين جديد إذن هذه نقطة هامة جدا سنرى من خلال الكراءة كيف أن حضرته ركز كثيرا وكثيرا على سلاح الكرآن في حقيقة الأمر بما يتعلق في الشبهات يعني حضرت المسيح الموارد رسول السلام في الأبواب الماضية التي قد قدمنا في حلقات سابقة قد بيّن كيف أن القساوسة كانوا يدخلوا إلى المجتمعات الإسلامية ويغروا الشباب والجيل الصاعد في دخولهم وقبول العقيدة المصرانية التي تدعوا إلى المحبة والتصالح وإلى آخرين نعم الآن هناك مسألة أخرى التي يتساءل ويتخبط فيها كثير من المسلمين يقولون بأن نرى بأن كثير من المشاكل كثير من المشاكل والمعضلات قد حلت في المجتمعات الإسلامية في كل مكان السؤال هل هذا بسبب بعدهم عن القرآن رغم بأنهم يقرؤون القرآن ليلة نهار فماذا هذا يعني ما قاله الرسول السلام وما ذكره القرآن الكريم وكأنها نبوء غيبية تحققت الآن يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة فالقضية أن يعني جوهر تعليم الكرآن هي غائبة في الحقيقة فهي ليس فقط القراءة لا طبعا للعمل طبعا يعني كم في حديث رسول الله كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنى فبالتالي ليست المسألة كراءة إنما هي يعني كلمات ليس لها أثر ولكن الأساس إذا أردنا أن نعطي القيمة الحقيقية لهذه الجوهر الثمينة فلنجعلها الحكم في كل قضايانها فلنجعلها الحكم على كل شيء على كل شيء هي الحكم هي المرجعية الأولى عندها ستتبدل حياتنا وإلا وإلا هو نحن ندعي إدعاء في الحقيقة لأنه لو لا ذلك لو كان الأمر غير ذلك لن نجل أتهم الكرآن كيف نحن نعيش في هذه الحياة وهذه الأزمات التي نعيش على سواء على المستوى العقائدي أو الفكري أو الأخلاقي ونحن بنفس الوقت نذئن للكرآن هذا لا يمكن هذا لا يمكن وإلا إذا ما قيمة القرآن إذا لم يغير حياتنا وأعزائي المشاهدين ملاحظة أخرى على كل مشاهد أن لا يظن بأن كلام القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى هذا فقط القراءة واستمتاع في القراءة والقصص القرآنية وأحداث الرسل والأنبياء في الماضي لا أخي العزيز القرآن الكريم يخاطبنا فردا فردا فعلينا بقراءة القرآن الكريم المتأنية ودراسته بعمق شديد لأن كل حرف كل كلمة في القرآن الكريم تخاطبنا نحن فأين نحن من القرآن الكريم ونستمر بما أجابه حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ويقول وجعل أهم عقيدة عقيدة عندهم أي عقيدة الكفارة كالعدم وأخبر عن نجاة ابن الإنسان بطريقة طبيعية تتلاءم مع فطرة كل إنسان منذ خلق آدم وبذلك فقد عجز هؤلاء القوم عن أن يقدموا للعقلاء الكفارة الظالم عوى عديمة التأثير إلا أنه من الممكن أن يبعثوا لإثبات الكفارة فريقا إلى الجنة الذين يثبت وجودهم بحسب الإنجيل لأن الله تعالى لم يخلقهم أيضا للعلاك ولكن المشكلة أن هذه الكذبة التي لا أصلها قد نسجت للاعتقاد أن المسيح ابن مريم قد جاء جاء ليكون كفارة لبني آدم فقط وقد استحق مواساة بني البشر بحسب فحسب فحسب لكونه ابن آدم ومن جنس بني آدم غير أنه من الممكن أن تقدم هنا حجة أنه كان للمسيح أخ آخر لم يكن من بني آدم بل كان يدعى ابن الجن وقد صلب كفارة للجن ولكن لا بد من تقديم دليل على ذلك من الإنجيل كذلك كشف القرآن الكريم حقائق عديدة على الهندوس أيضا فأطلعهم على قيوم العالمين الذي كانوا يجهلونه فلو قبلوا هذه الحقيقة لرأوا ذلك الإله الذي يغفلون عن عظمته وقدرته ولكنهم أحبوا الفلسفة كفلسفة الإنجليز الجديدة وشرعوا في البحث عن علة كل شيء ليبارزوا فلسفة القرآن الصادقة ولكن فعلتهم هذه كانت مدعاة لهزيمتهم النقراء وبلغ الأمر إلى إظهارهم نموذجين سيئين من اعتقاداتهم وأعمالهم التي تدخل في إيمانهم بحسب تعليم كتابهم الفيدا وكان نموذجهم العقدي أن أنكروا أن الله خالق وبذلك أوصدوا على أنفسهم طرق الإطلاع على وجوده وعدوا كل ذرة من الدنيا والأرواح أيضا خالقة نفسها وأزلية وواجبة الوجود وتركوا السر الدقيق للتوحيد الذي تتوقف عليه المعرفة الحقيقية والنجاة الحقيقية أما أما نموذجهم العملي فكان أن نشروا في كتبهم قضية نيوك المخجلة التي كانت مخفية من قبل في الفيدات والتي بحسبها يجوز لمرأة أي آري أن تضجع شخصا غير زوجها بغية الحصول على الأولاد ولو اعتبروا هذا المعتقد قانونا يخص زمنا معينا لربما كانت شناعته أخف قليلا ولكنهم الآن قد اعتبروا هذه القضية قانونا مستديما لا يتبدل وصالحا لكل عصر كان أزليا وسيبقى إلى الأبد مثل الفيدات بحسب زعمهم وهنا نرى الساز بأن خطاب حضرة المسيح الموجود عليه الصلاة والسلام وتبيان الحقيقة لم يكن فقط مقتصر على النصرانية بل على جميع الأديان ونرى هذا هذا صحيح لأنه وقال في البداية حضرة المسيح الموجود عليه الصلاة أن الكرآن الكريم جاء حكما في النزاعات الدينية العالمية يعني تحدث عن كل الإشكاليات في الديالات الأخرى وانتقد وقدم حلولا وهذا يجعل الكرآن يضعه في مكان ذلك الكتاب العالمي يعني الذي قدم للبشرية وليس لإصراح فقط حال من آمن به يعني أقصد المسلمين وأنما جاء هو كتاب هداية لكل الناس لأن الله هو رب كل الناس رب العالمين لذلك كتابه حتى لو لم يؤمنوا وأخذوا بتعالمه سيصلح حالهم وأحوالهم أيضا هذه النقطة بأن من الناس يعني يظنوا بأن عند ظهور حضرة المسيح الموضوع والسلام كانت هناك الحملة الصليبية في شبه القرى الهندية فيظنون بأن كان يعني الاستعمارية بالضبط هذا الأمر وكان بهدف كسر الصليب حسب الوعد النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف بل كان هناك هذا يعني هذا البداية وكانت المشوار مع باقي الأديان كاملة نعم هذا هو المقصود أصلا بأن المسيح هو الحكم العدل الفجاء هو يفصل في كل القضايا الخلافية هو إنما جاء في هذا العصر لينقل رسالة السماء ولكن على ضوء تعاليم الإسلام فكيف سنقدم الإسلام في هذا العصر كيف سنخاطب المسيحي والهندوسي واليهودي كيف سنخاطب كل أبناء الديانات كيف نخاطب الملحد كيف نخاطب العلماني كيف نخاطب كل الناس فهذه هي رسالة المسيح الموعود عليه السلام إنما هي رسالة الإسلام في هذا العصر عصر الانكلابات على مستوى العقائد والفلسفة والعلم وهذا في عصر التطور وعصر هي ظهور الساعة ومجيء الدجال ويأجوج ومأجوج هذه النبوءات التي تحدث عنها القرآن والرسول عليه السلام إنما هي جاءت لتبين فعلا أن الإسلام هو الدين القادر على أن يخاطب الإنسان في هذا العصر وليس هذا بحسب بل يقدم له الحلول لكل الأزمات التي يمر بها نعم أكيد أعزائي المشاهدين قبل أن نستمر فيما قدموا حضرة المسيح من رسول السلام في هذا الكتاب نخرج لفاصل قصير ابقوا معنا نفس الفداء لبدر هاشمي عربي وداده قرب ناهيك عن قربي نهيك عن قربي نجل وراء من كل زور ومعاصية ومن فسوق ومن شرك ومن تببي ومن تببي نهيك عن قربي نهيك عن قربي نهيك عن قربي وقد أنارك مثل الشمس إيمانا فإن فخرنا فما في الفخر من كذبي فما في الفخر من كذبي نفس الفداء لبدر هاشم عربي وداده قرب ناهيك عن قربي ناهيك عن قربي أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم ثانية في الكنوز الدفينة أوحى الله تبارك وتعالى في محكم آياته وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا أعزائي المشاهدين القرآن الكريم يقدم لنا الحلول لكل المشاكل التي نعاني منها لكن السؤال هل نحن فعلا نلجأ لهذا الكتاب هل فعلا نحن نبحث عن حل هذه المشاكل التي الله تبارك وتعالى أوحاها في محكم آياته سيد العزيز معكم الحقيقة أن أحداث المسيح المولى عليه السلام مرة أخرى يريد أن يقدم للمشاهد القضية المحورية المتعلقة بوفاة المسيح والقضية ليس كما يظن البعض أنها قضية فقية وفقط فمن شاء فليؤمن أن المسيح مات ومن شاء فليؤمن أن المسيح حي في السماء الحقيقة المسألة ليست كذلك خطورة المسألة وهذا القرآن ما تحدث عنه واعتبرها مسألة تتفطر لها السماوات والأرض بأنهم قالوا لله ولد بأنهم ادعوا أن المسيح هو ابن الله فكيف يهون هؤلاء الناس من مسألة حياة المسيح إذ لو أننا آمنا بأن المسيح حي ولا يزال حي فهذه نحن نؤله ونعطيه من صفات الألوهية فإن كما قال الرسول في القرآن الكريم وما محمد الرسول قد خلت من قبله الرسل فإذن كل الرسل ماتوا يعني هم يتفقون مع البشر بأنهم ماتوا فلماذا هذه الخصوصية للمسيح الناصري ولماذا نعتبر هذه المسألة أنها قضية فقهية هذا كلام خطير جدا حضرته يريد أن يبين مرة أخرى وبناء على أقوال القرآن الواضحة بأن المسيح إيسا بن مريم مات كغيره من الأنبياء لأن هذه عقيدة هامة جدا فيما يتعلق بكسر الصليب وإبطال العقيدة المسيحية التي لا يمكن أن تبطل إلا من خلال حل هذه الإشكالية وحلها على ضوء القرآن بأن المسيح إيسا بن مريم ما هو إلا عبد الله ونبي الله ورسول الله وهو مات كغيره من الأنبياء ليس هو أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبقى حيا والرسول مات صلى الله عليه وسلم يقول حضرته فإن القرآن الكريم قد ألسق بمنكري قد ألسق بمنكري موت المسيح عليه السلام هزيمة وندامة بحيث لا يستقر لهم قرار قط وقد لقي قليل الفهم في هذه الحرب هزيمة لن ينسوا مرارتها طوال العمر قصار القول إن القرآن الكريم يدفعهم بكوة وشدة ويطردهم من عتباته أما الأحاديث فأول ما يجدر التأمل فيه هو ما مكانتها من القرآن الكريم وإذا خالف حديث نصوص القرآن الكريم البينة فإلى أي مدى يجب أن نعيره اهتماما أو أهمية فأعلموا يقول حضرته فأعلموا أن القرآن الكريم كلام الله القطعي واليقيني ولا دخل فيه للإنسان قيد أنملة أو شعرة إنه كلام الله تعالى وحده بألفاظه ومعانيه ولا مندوحة لأية فرقة من فرق المسلمين من الإيمان به إن كل آية من آياته يصحبها تواتر من الدرجة العالية وهو وحي متلو محسوبة كلماته بمنتهى الدقة وهو مصان من التبديل والتحريف بسبب إعجازه أيضا أما الأحاديث فملئة بتدخلات الناس وما يعتبر منها صحيحا أيضا لا يحظى حتى عشرة ملايين منها من العظمة والشوكة التي تتمتع بها آية واحدة من كلام الله المنقطع النظير لا شك أن الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل إنما هو نوع من الوحي ومع ذلك ليس من النوع الذي يمكن أن يقوم مقام القرآن الكريم حتى لو كان الحديث صحيح فهو وحي كما قال حضرته عليه السلام لكنه لا يمكن أن يقوم مقام القرآن الكريم لذلك يقول حضرته لذلك لا تجوز الصلاة بقراءة الحديث بدلا من القرآن الكريم وفي الأحاديث أوجه كثيرة تشير إلى ضعفها بحيث يحتاج العاقل دائما بالنظر إليها للعثور على إشارة على الأقل من القرآن الكريم لتقويتها صحيح أن الأحاديث وصلت إلى مدوني الصحاح على لسان الصحابة بواسطة عدة رواة وصحيح أيضا أن مدوني الصحاح بذلوا قصار جهودهم قدر الإمكان في تحقيق الأحاديث وتمحيصها ولكن مع ذلك لا يمكننا أن نثق بها كثقتنا بكلام الله جل شأنه لأنها وصلت إلى أئمة الحديث مرورا بوسائط عديدة وعبر أناس عاديين فمثلا هناك حديث رواه عمر رضي الله عنه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس الثقات ولكن في سلسلة الرواه هناك ستة أو سبعة أشخاص لا تثبت تزكية نفوسهم ولا كمال طهارتهم وإن صدقهم وتقواهم وأمانتهم مكبولة بصورة صدحية ولحسن الظن بهم ولكن لا يثبت عنهم شيء على وجه اليقين فكيف يمكن إذن إنزالهم منزلة عمر رضي الله عنه في الصدق والصلاح ولماذا لا يمكن أن يصدر منهم خطأ قصدا أو عن غير قصد عند روايتهم بعض الأحاديث فمن هذا المنطلق فإن بعض الآئمة مثل الإمام الأعظم الكوفي رضي الله عنه الذي يعد من أصحاب الرأي السديد لم يتوجه إلى الأحاديث إلا قليلا وقد اعتبرت اجتهاداته مخالفة للأحاديث الصحيحة بسبب دقة معانيها والحق أنه كان أفضل وأعلى من الآئمة الثلاث الآخرين من حيث قوة اجتهاده وعلمه ودرايته وفهمه وفراسته إن القوة التي وهبها الله تعالى له للوصول إلى القرار الصائب كانت متقدمة بحيث كان يستطيع أن يفرق بين الثبوت وعدمه بكل سهولة وكانت قوة إدراكه موهوبة بوجه خاص في فهم القرآن الكريم وكان لطبعه انسجام خاص مع كلام الله تعالى وكان قد بلغ من المعرفة مبلغا أعلى لذلك اعترف بمرتبته العليا في الاجتهاد والاستنباط التي تقاصر عنها الآخرون طبعا هو يتحدث عن مذهب أبي حنيفة وعن اجتهاده الذي كان يعتمد بشكل أساسي على القرآن الكريم نركف أن حضرت المسيح الموطة عليه السلام انتدح هذا الإمام العظيم وانتدح اجتهاده كل ذلك لأنه جعل مرجعيته الأولى هي القرآن الكريم نعم ونستمر بما جاء به حضرة المسيح الموطة عليه السلام ويقول سبحان الله كيف فهم هذا الإمام الرباني والذكي إشارة عليا ورفيعة لآية واحدة وتركك شيء رديء أحاديث كثيرة كانت تعارضها وما خافت عن الجهلاء قط ولكن من المؤسف جدا في العصر الراهن أن الأقوال الواهية التي لا أصلها تقدم على القرآن الكريم ويعتبر كلام لا أصله إجماعا لا شك أن مثل ذكر الأحاديث بحذاء القرآن كمثل تقديم اليراعة أمام الشمس ومع ذلك فإنه من شقاوة معارضين الكبيرة أنه لا توجد أحاديث تثبت أن المسيح ابن مريم رفع إلى السماء حيا بجسده المادي غير أن هناك أحاديث كثيرة تتحدث عن مجيء ابن مريم ولكن لم يرد فيها أن ابن مريم النبي الإسرائيلي الذي نزل عليه الإنجيل وأعلن القرآن الكريم موته سيأتي بعد عودته إلى الحياة صحيح أيضا أن المسيح الآتي قد ذكر كنبي ولكنه إلى جانب ذلك ذكر كفرد من أفراد الأمة أيضا بل أخبر أفراد الأمة أنه سيكون منكم وإمامكم منكم ولم يكشف بالقول فقط أنه فرد من الأمة بل أثبت بالفعل أيضا أنه سيتبع ما قال الله وما قال الرسول مثل بقية أفراد الأمة ولن يحل المعضلات الدينية بنبوته بل باجتهاده وسيصلي وراء غيره يتبين من كل هذه القراء أنه لن يكون متصفا بصفة النبوة التامة بصورة حقيقية غير أنه سيتحلى بنبوة ناقصة تسمى بتعبير آخر المحدثية المحدثية وفيها شأن من شؤون النبوة التامة إذن فإن في تسميته فردا من أفراد الأمة ونبيا أيضا إشارة إلى أنه سيتحلى بكلت الصفاتين أي سيكون فردا من الأمة وسيكون نبيا أيضا كما يجب وجود كلت الصفتين في المحدث أما صاحب النبوة التامة فيتحلى بصفة واحدة فقط هي صفة النبوة نعم فزبدة القول أن إن المحدثية تكون مستبغة بصبغتين اثنتين لذلك قد سمان الله تعالى في البرهين الأحمدية فردا من الأمة ونبيا أيضا ولابد من التأمل أيضا أنه ما دام النبي الإسرائيلي المسيح ابنه مريم ابنه مريم قد مات وليس في القرآن الكريم ذكر عودته إلى الحياة فلا يفهم من ذلك إلا أن ابن مريم الآتي هو غيره يقول البعض أليس الله بقادر على أن يحيي المسيح ابن مريم ويرسله أقول إذا كان المقصود هو الاعتماد على قدرة الله دون الاعتماد بالنصوص القرآنية فالمعلوم أن الله تعالى يملك القدرة من كلا النوعين فهو قادر على أن يحيي أحدا ويرسله وهو قادر أيضا على أن لا يحييه قط ولا يرسله إلى الدنيا ولكن يجدر بالانتباه أن نلحظ أي من هتين الكدرتين تنسجم مع مشيطة الله سبحانه وتعالى سيتبين بأدى تأمل أن قدرته عز وجل على إنزال عذاب موتة ثانية دون مبرر دون مبرر على من أماته مرة لا تتلاءم ما شئت الله تعالى على الإطلاق وهو القائل في كلامه المجيد فيمسك التي قضى عليها الموت وكذلك يقول مشيرا إلى الموت الواحدة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إذن حضرته يرد على هذا الاعتراض أن عيسى ابن مريم يعني بعض الأراء الأخرى غير الذين يقولون أنه حي في السماء وهذا يتعارض مع الكرآن طبعا البعض الذي يؤمن بأنه مات يقول نعم الله قادر على إرجاعه فيقول أو إحيائه مرة أخرى فيقول حضرته إذا أردنا أن نأخذ الموضوع من جانب الكدرة فالله قادر على إحيائه وعدم إحيائه ولكن هذه الكدرة يجب أن تتفق مع المشيئة فمشيئة الله عز وجل على ضوء الكرآن أن الذي يموت لا يرجع إلى هذه الحياة الدنيا الله تبارك وتعالى أيضا في محكماته قال لن تجد سنة الله تبديل نعم ولن تجد سنة الله تحويله نعم فيقول حضرته بشيئة الله في قول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إذن فكيف يكون هذا يعني التعارض فإذن لا يجوز لنا أن نقدم هذا الاعتراض لأن هناك مشيئة الله التي يعني بشيئته ضمن إرادته وقدرته ولا تناقض بين القدرة والبشيئة أما هم الذين يؤمنون بأن الله سيحييه ويرجعه بدون دليل فأين قال الله عز وجل أنه سيحييه الله رسول الله سلام قال ينزل أيضا هناك الكثير من يقول بخاصية المسيح عيسى بن مريم بأن يعني معاملة الله خاصة معه لكن إن كانت خاصة فعلا فأين هذا مدون أين مكتوفة لا دليل على ذلك إنما هو إقحام لآيات الكرآن ومحاولة إسقاط فهم مغلوط لحديث على آية كرآنية أو آيات كرآنية واضحة فهم أخذوا أن المسيح سينزل فاستنتجوا أن ذلك يعني أنه لا بد أن يصاد ولا بد أن يكون حيا ولا بد أن يكون معنى الوفاء معناها الحياة ومتوفين معناها مبقين حيا يعني إقحام وتفسير وإخراج للمعنى الكرآن عن معنى وعن سياق الحقيقي يعني هو يعني بين الخطورة الخطورة في أن هذا يعني هذا الفهم والخلل في هذا الفهم وهذا التناقض هو نابع من تقديم الحديث على القرآن الكريم فمما يتنافى مع وعده الحق أن يرسل الأموات إلى الدنيا ثانية ثم كيف يمكن أن يأتي بعد خاتم النبي النبي وذلك بمفهوم النبوة التام والكامل الذي يدخل في شروط النبوة التام أليس ضروريا أن توجد في ذلك النبي كافة مقتضيات نبوته التام بما فيها الوحي ونزول جبريل لأن الرسول بحسب تصريح القرآن الكريم هو الذي يتلق أحكام الدين وعقائده بواسطة جبريل والمعلوم أنه قد ختم على وحي النبوة قبل 1300 عام فهل سينقض هذا القتم عندئذ وإذا قلتم سيرسل المسيح ابن مريم منزوع النبوة التامة قلت لا بد أن يكون هناك سبب لهذه العقوبة يقول البعض إن سبب في ذلك أنه كان قد اتخذ معبودا بغير حق فأراد الله أن يعزله عن النبوة عقوبة على ذلك ليقتدي بالآخرين عندما جئه إلى الدنيا ويصلي وراء غيره ويقوم بالاجتهاد فقط مثل الإمام الأعظم ويؤيد المذهب الحنفي بسلوكه مسلكا حنفيا ولكن هذا الجواب ليس معقولا إذ قد برأه الله من هذه التهمة في القرآن الكريم وبيّن أن نبوته دائمة فيا أيها الإخوة لماذا تقولون أقوالا سخيفة بدافع الندم وتقترفون الذنب بغير حق لقد أعلن القرآن الكريم موت المسيح ابن مريم الذي كان نبيا إسرائيليا ونزل عليه الإنجيل فلا تضيفوا إلى الأحاديث من عندكم أن المسيح الذي مات من قبل سيأتي مرة أخرى يا عباد الله يا عباد الله قليلا من التقوى أليس الله قادرا عندكم أن ينفخ في عبده روحا فيتصبغ بصبغة ابن مريم تماما ألا توجد في كتب الله أمثلة أنه سبحانه وتعالى أطلق اسم النبي على نبي آخر أليس مذكورا في الأحاديث أن أمثال ابن مريم وغيره سيولدون في هذه الأمة فما دام القرآن الكريم يصرح بموت ابن مريم وفي الأحاديث وعد بمجيء مثيل ابن مريم فأي إشكالية بقيت في الموضوع أي كذب في القول بأن الذي يملك سيرة ابن مريم يكون ابن مريم نفسه لا توجد في ابن مريم خصلة من الألوهية ومكان معفا من الموت والوفاة قد حرر نفسه من الشرك ومن كل ما سوى الله فلو فعلت أنت ذلك لكنت أيضا ابن مريم نعم يقول حضرته عليه السلام أيها المشايخ اتركوا العبث والفضول وأخبروني بحديث واحد صحيح يبلغ مبلغ التواتر والثبوت ويفيد اليقين القاطع عند العقل ولا يتوقف عند حدود الشك والريب يثبت رفع المسيح إلى السماء حيا بجسده ووجوده هناك حيا إلى الآن وأنتم تعرفون كم تمنح الآيات الكرآنية البينات اليقين لقد كانت دعاؤنا مبنيا على النصوص الكرآنية البينا ومعنا أيضا الأحاديث التي تؤيدها وكذلك فإن أقوال السلف والخلف التي تؤيدنا ليست بقليلة وذلك بالإضافة إلى شهادة إلهامية فخذوا ميزان العدل والإنصاف وضعوا أفكاركم في كفة في كفة وأدلتنا كلها في الكفة الثانية ثم اعدلوا بأنفسكم اعلموا أنه لو كانت عندنا نصوص القرآن الكريم وحدها لكفت وإذا وافقت بعض الأحاديث أيضا تلك النصوص فذلك اليقين نور على نور والانحراف المتعمد عنها ليس إلا إلحادا ولا شك أننا لو لم نعتبر الأحاديث التي تعارض أعلى درجات الإثبات باطلة ولم نسمها موضوعا بل أولناها لكان ذلك أقصى درجات الليل والمرونة من قبلنا وإلا فمن حقنا أن نعدها دون مستوى الاعتبار القطعي واليقيني إن بعض الناس يقدمون وسوسة أن ما ورد في القرآن الكريم في ذكر موت المسيح هو فعل التوفي وحده ولكن هذا الفعل قد ورد في اللغة بمعاني عديدة وجواب هذه الوسوسة هل جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم بمعنى واحد أو عدة معاني فالقضية الأساسية هي أن القرآن الكريم قد أخذ بعض الكلمات من القاموس وخصها بمعنى استلاحي واحد مثل الصوم والصلاة والرحمانية والرحيمية والتوفي وكذلك لفظ الله والكثير من الكلمات والرجوع إلى القاموس في أمور استلاحية غباوة محضة ففسروا القرآن بالقرآن نفسه وانظروه هل يلتزم بمعنى واحد أو يتفرع إلى معاني مختلفة إن أقوال السلف والخلف ليست حج مستديمة في حد ذاتها ولو حدث الخلاف في رأيهم لاعتبر الفريق الذي يوافق رأيه رأي القرآن على الحق لو كانت كل الأقوال من غث وسمين الواردة في التفسير في التفسير محكمة لما وردت في التفسير نفسها أقوال متضاربة وإذا كانت هذه الأقوال هي الدليل على الإجماع فقد عثرنا على حقيقة الإجماع نعم أستاذ العزيز نحن نقدم ونقدم ونقدم للمشاهدين من أقوال حضرة المسيح المعوود رصد السلام ونحاول التبسيط والشرح قدر ما فيه من الإمكان ونحن اليوم ما شاء الله قدمنا يعني في تبيان يعني عظمة القرآن الكريم فقبل أن ننهي هذه الحلقة اليوم إن عندكم تلخص به هذه الحلقة نعم يعني حضرة المسيح المعوود عليه السلام بيّن ودلّل على بيانه أن الكرآن هو الحكم وهو المرجعية الأولى وهو الكتاب المحفوظ من الله عز وجل وبالتالي لابد أن نرجع له في أحكامنا وبيّن أن الحديث لا يرقى إلى مستوى القرآن حتى لو ثبت صحة الحديث وأن الأحاديث لابد أن تعرض على القرآن يعني إذا كانت يعني تتفق مع القرآن أو تقترب من آيات قرآنية ففي هذه الحالة نأخذ يعني بها حتى يعني في مكان آخر بين حضرته ليس بالضرورة أن نفحص يعني مسألة السند المهم أن المتن الحديث نص الحديث وهو الأهم أن يتفق مع القرآن الكريم حضرته طبق على هذه القاعدة مسألة وفاة المسيح عليه السلام وبيّن كيف أن الرجوع للقرآن حسم هذه المسألة وحسمها وفاة المسيح ومع ذلك هو قال أن هناك يعني أحاديث كثيرة بعض الأحاديث التي تشد ولكن هذه الأحاديث أصلا تتعارض أصلا مع أحاديث أخرى وتتعارض مع القرآن فكيف سنأخذ بها في هذه الحالة إذن حضرته قدم لنا نموذج في حل هذه الإشكاليات ما ينطبق على مسألة حياة المسيح ينطبق على مسائل أخرى نستطيع أن نحسم الإشكالية فيها من خلال اتخاذ القرآن هو الحكم الأوحد نعم عزيزي المشاهدين قبل النهاية فقط للتنويه ومراجعة كل إنسان علينا أن نعرف بأن أساس طرق الاستقامة هي كلام هو كلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم حيث أوحى الله سبحانه وتعالى في محكم أياته في آخر آية من سورة قاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فهذه الإشارة الربانية بأن علينا أن نهتم بأخذ القرآن الكريم لحل كل المشاكل أو كل نقاط الاستفهام وعني الأسئلة التي تورد في حياتنا يعني المرجع الأساس كما قلنا القرآن الكريم فعلينا أن لا نبتعد عن القرآن الكريم القرآن الكريم هو الحياة كله والخير كله في القرآن الكريم ولولا يعني ولولا اتباع حضرة المسيح المدرسة السلام لكتاب الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كلفه الله تبارك وتعالى في هذه المهمة مهمة إصلاح الأمة في آخر الزمن وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن مشاهدتكم برنامجنا هذا ونشكر ضيفنا العزيز الأساس عبد القادر إبراهيم دلل جزاكم الله أحسن جزا حضركم معنا وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن الحر يفهم قول حر وتشفي صدره الكلم الفصاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة